في قضية الفساد في أمانات الضريبة الذي أثيرت عليه ضجة كبيرة وهناك معتقلين وهناك تجار وهناك مشؤونين بالدولة ما حقيقة الذي قيل أن هذه الصفقة تمت من قبل أحزاب متنفذة مولت بها انتخاباتها شن المعلومات الدقيقة اللي عندك من هي هاي الأحزاب وكيف تم الاتفاق على هذه الصفقة حقيقة وردنا التقارير الأخير من هيئة النزاهة في 30 عشرة 2022 وضح قضايا تفصيلية حول آليات الفساد ونهب المال العام في الهيئة العامة للضرائب وكذلك مصرف مصرف الرافدين قيمة الفساد اللي حثت وتهريب وسرقت المال العام بالتعاون بين الضرائب والمصارف حقيقة هاي السرقة تمت قبل الانتخابات ومعلوماتنا تشير إلى أن أغلب هاي الأموال استخدمت في حملات الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات الماضية أي وليس فقط نور اشترك فيها نور وجميع الأحزاب الحاكمة نور كان واجهة وأنما جميع الأحزاب وكذلك بعض أعظام مجلس النواب السابقين لاس يمس اللجنة المالية بعض الأسماء اللي ولدت وتم استقدامهم هيثم الجبوري وربما آخرين كانت شبكة كاملة بين مكتب رئيس الوزراء ومجلس النواب السابق عن اللجنة المالية وإضافة للشركات وإضافة للهيئة العامة للضرائب والقمارك الموضوع اشتركت فيه جميع الأحزاب وتم شلو يعني جميع الأحزاب توزيع الكيكة بالكامل يعني العملية مثلا مصرف الهيئة العامة للضرائب كانت تابعة الحزب المصرف الرافدين تابع الحزب الخطوط الجوية العراقية تابعة الحزب من كان المدعو نور يقوم بسحب عشرة مليار يوميا أو سبعة مليار يوميا يأخذها نقدا برا ساعة تنتلف المعاملة يكمل الصرف من مصرف الرافدين معاملة تختفي بين الضرائب والمصارف وتختفي كل أدوات ومعاملات لا توجد معاملات صرف مفقودة توجد بيانات مجموعة بيانات فبالتالي نور لا يستطيع سرقة هذا مبلغ لوحده منما كان هناك تنسيق نور علم تابعوا هذا الاسم مخيف ظهر جديدا على الساحة نور 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 مقرب من جميع الأحزاب الحاكمة كل حزب عدة صفقة ينسقوا يا نور مع وزارة النقل في ميناء الفاو مع البنك المركزي مع الأمانات مع صفقات مع كذا مع جميع الأحزاب الحاكمة ينسق نور وليس فقط جهة واحدة وهو يعني شخص من كثير من الأشخاص ولكن برزة في هذه الصفقة لأن استخدمته لأحزاب الحاكمة حتى يعني حقيقة هو منصب منصب الهيئة العامة للضرائب والقمارك كان هذه كانت المناصب للبيع معرضها للبيع فكان وزير مدير الضرائب العامة قد اشترى منصب مدرية الضرائب العامة وبعد فترة اشترى منصب مديرية الجمارك العامة وقام بمقترح تسمية أحد الأشخاص من أصدقاء أن يكون مدير الضرائب العامة اشترى منصب اشترى منصب منصب الضريبة واشترى منصب الجمارك فبالتالي ملكة يعني دائرتين المهمتين بالعراق اشترى منصب مدير الهيئة العامة القمارك والضرائب من اعترف على هذا سيد هادي العملية الآن هذا الكلام الذي تقول به أنت موثق رسميا باعترافات نعم هل هناك هل هناك وثائق هل به أدلة الآن التحقيق جاري والدليل أن الآن القائرات التي اتخذها القضاء بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الاحترازي والقاءات القبض ودليل على أن هناك هناك عصابات الجريمة المنظمة تبتعد كونها سرقة عادية عصابات الجريمة المنظمة تنسق مع الأجهزة الأمنية تنسق مع الأجهزة الإدارية تنسق مع مجموعة مع الأحزاب الحاكمة تنسق مع الإدارة في رئاسة الوزراء تنقل الأموال بحجم آخر سؤال لأنه الوقت أخذنا إحنا رادنا جزء ثاني نتاقش بهذه القضايا أكو قضية حاضرين بخدمتكم هذا الموضوع يقع في اتجاه الشفافية والحفاظ على المال العام وأن يطلع الشعب المراقي من السلطة الرابعة